السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين سيدنا إبراهيم عليه السلام رد على الملائكة التحية بقوله سلام قوم منكرون بالجملة الإسمية التي تدل على الثبوت أي عليكم سلام فعدل إلى الرفع ولهذا قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم عليه السلام أبلغ من سلام الملائكة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أما قوله قوم منكرون فقد قالها بصوت خافت أو قال ذلك في نفسه ولم يخاطبهم لأن الجهر بهذا ليس من الإكرام وقوله فراغ إلى أهله بمعنى عدل ومال إلى أهل بيته فانسل بخفية وسرعة وذلك لحسن ضيافته ولم يقل لهم انتظروا آتي لكم بالطعام ولم يقم متباطئا لألا يقوموا إذا رأوه وكأنه أخفى الأمر عنهم انظر يا رعاك الله إلى هذا الأدب الرباني الرفيع انظر إلى روعة الأخلاق وحسن إكرام الضيوف قال ربنا جل في علاه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليصلكم جديدنا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر